وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله نبدأ منذ هذه الليلة المباركة الدروس الخاصة بالأخوات والتي طلبناها برات طويلة وهي تربية الأطفال في الإسلام أو التربية في الإسلام والتربية في الإسلام أمر هام للنساء بالدرجة الأولى لتوصية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأمهاتهم ثلاث مرات فتوصيته بالأبي فتوصيته بالأبي برة واحدة فهي تهم الإناث المسلمات وتهم الرجال المسلمين سواء كانوا متزوجين أو عزبا فهذا الأمر هام للجميع ولم يغفله رب العالمين في كتابه ولم يغفله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطار بإنصلا للمحافظ مجددا للمحافظ مجددا بإنصلا كل من أجل أنن لن المصر لن لم تضيلي إن شاء الله من هذا النظر سأبدأت على أسلع المنطقة في إصلاح المددينة أو أبداً في إصلاح المددينة هذا أسلع أجل من أسلع وكثير من أجل ذكر وآلاله وكان لقد قمت بها قبل أن نبدأ هذا المهم مهم جدا للمسلمين ولمسلمين و الله سبحانه وتعالى لم يتذكر للمسلمين ولم يتذكر في القرآن العظيم و رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت بها في كل مرة في كل مرة سبحانه وتعالى سوف نتعالى سوف نعرف كيف سيكون هذا المهم جدا في الإسلام إن التربية في الإسلام تربية التربية الإيجابية والتربية السلبية تربية الإسلام للأولاد تربيتان يعني من المنظور الإسلامي هي نوعان إما أن تكون تربية إيجابية وإما أن تكون تربية سلبية وسوف أشرح بفضل الله وحوله وطوله ومنته كيف تكون التربية إيجابية لتعلموا تلقائياً ما هي التربية السلبية إلا أن يكون هناك أمراً 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 محدد سوف نعرج عليه بإذن الله لأوضح مدى سلبية إن شاء الله 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 ثم يأتي في نهايتها التربية الأسرية التي تخوض بالجميع أكرر أنواع التربية الإيجابية في الإسلام التربية الدينية التربية العبادية التربية الإجتماعية التربية السلوكية التربية النفسية التربية الأسرية والتي تحوط بالجميع فإذا غفلت أي نقطة ستكرتها أعرفة سوف نستدرك إن شاء الله التربية بصفة عامة ما هي ملامحها العريضة كما ذكرها مولانا تبارك وتعالى في القرآن التربية we will use that term I am not going to use the term raising up the children I will use the term of terbiya so those who doesn't speak Arabic if I say terbiya meant raising up the children التربية is dividing into several kinds the positive one is divided into several kinds number one number one التربية الدينية the religious تربية number two the worshiping تربية number three the social تربية number four the psychological تربية number five the manner the mannering تربية number six the family تربية itself which control over all what I said before maybe someone would say where is تربية المسجم where is the تربية of المسجم maybe someone would say where is the masjid rule or act or share what we're doing now is the masjid rule so we don't need to repeat it every time because without the masjid it will be no knowledge and without coming to the masjid you will receive no knowledge and if you rather to educate yourself through online or any book you may your hand reach or any cd or whatever Allah knows if that matches the sunnah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and the authentic understanding of that and the authentic understanding of the Quran ayat Allah knows and I hope that what I'm teaching tonight and over several weeks insha'Allah will I hope by the blessings of Allah and the help of Him and the help of Him will be matching the sunnah of Rasulullah and the and the correct understanding of تفسير القرآن العظيم كيف حدد الله معالم هذه التربية وانظر كيف أبدع مولانا انتبئوا معنا يا إخوة الله يكلم أنا هنا من أجلكم ليس من أجل أن تنظر من دخل ومن خرج فرقوا الأطفال بعض الأطفال يأتي هنا تعال على الجنب الأرض وأنا لا أكره أحد عن البقاء والسماع فمن رأى أنه يحب أن يسمع فليسمع ومن رأى أنه لا يحب أن يسمع فلا يشوش على المجلس ويستطيع أن ينصار فراشدا من بقفور إن شاء الله كيف حدد المولى عز وجل معالم هذه التربية كيف حدد المولى سبحانه وتعالى كيف حدد المولى التربية في القرآن لأنه فل لكفي القرآن سبح كفي الgrad ma刻 to the Sunnah look what Allah subhanahu wa ta'ala said to Prophet Musa in Surah Ta'a when Prophet Musa wished to return back from Madian to Egypt on the way Allah prepared that great meeting with Prophet Musa and the Prophet Musa found himself talking to Almighty Allah I will get to the point قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمُوسَى وَاسْمَعَ هَذَا جَيِّدًا أن هذا بداية المفتاح وَاصْطَنَعَتُكَ لِنَفْسِي I created you Musa especially for myself Okay Let's see how Allah prepared for that for that creation إذ قال الله عز وجل لموسى عند عودته من مدين إلى مصر مصطحباً زوجته وأولاده ذاهبون إلى مصر يريد أن يرجع إلى مصر لم يكن رسولاً بعد لم يكن قد تلقى الأمانة بعد ففوجئاً في أثناء الرحلة بهذا اللقاء العظيم الجليل الذي ذكره القرآن الكريم في صورة طه وفي مناطق أخرى ولكن الشاهد في صورة طه حزب فهمك حزب ما قرأت من أقوال العلماء وسمعت منه فقال الله عز وجل في حديثه لنبيه موسى وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم قال له واصطنعتك لنفسي يعني أنا عملتك مخصوص عشان طبعاً هيكون فيه كل الصفات الطيبة المحمولة العظيمة التي تعينه على أداء تلك الرسالة فكيف كان الإعداد لذلك؟ الرد في أول صورة القصص في أول صورة القصص قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي الله أكبر هل أي أم تحتاج إلى وحي لإرضاع صغيرها؟ لا والله كل أم تتشوق منذ أيام حملها الأول أن ترزق بالمولود ذكراً كذاً أو أنسى لتضمه إلى صديها وترضى وتتخيل ذلك وتمنى عليه آمال العظاة الله سبحانه وتعالى prepared for for موسى to be his servant he prepared that you find the start of that in Surah Al-Qasas in the stories of the prophets Allah said to the mother of Mousa and behold when we Allah speaks when we inspired Mousa's mother to bless the videos we read it and pass it do you know any mother who become pregnant and of course I'm talking about normal I'm talking about Muslims I'm not talking about others because others they don't care what to do with their kids I'm talking about the Muslims even if she's not strictly Muslim good Muslim once she knows that she become pregnant she start to dream for that moment which will she will carry the baby and hug him kiss him and breastfeed him no need for inspiration but Allah indicated behind that that is the reading the reading text but what is the meaning of that the meaning of that an inspiration to every mother to breastfeed her baby and there is nothing there was not in terms of moussa as well for allos how many something does live in the Middle East what is the secret the secret of the Allah I wanted to be to Editor in the Middle East for the let us look at the God marine 라고 on the bottom it is put it His point ligne countries فإن المولى عز وجل قال أن على الأم أن تردع وليدها طيب ما في أمهات كتير مش عايزة تردع الولد هل تغثم بذلك إن كانت الأم قادرة على إرضاع الطفل ثم جحدت ذلك فهي آثمة وقد تتسبب في إضعاف ولاء وليدها لها أو حبه لا في المستقبل وهذا ما يحدث مع معظم الغربيات من النساء أو اللاء تربين تربية غربية لا تشعر بوليده ما أنت لده حتى تدفعه للبيب ستر للجليسة فترضعه وتنظفه لأن الأم مشغول بجمالها وبالصديقها لا أقول زوجان فقليل منهم المتزوج قليل منهم أن يقدس كلمة زواج وكثير منهم بل ينجق مرة وإثنان وخمسة وإذا ذكرت أنتم زوجان تقول لم نفكر في ذلك بعد فالمرأة الصالحة المسلمة أبسط درجات الإسلام إذا أرضعت وليدها وهي قادرة على ذلك كان لها بكل قطرة تخرج من ثديها إلى جوف ولدها كان بها رحمة ورفع درجة وحط خطيئة وصلة رحمة فهي تريد بهذه القطرة أن ترحم هذا الوليد وتطعمه فذلك رفع سترحم من الله مقاب الله ثم أنها تريد أن تشفق عليه فلا يصرخ ولا يصيح وما يدريك لعلك بذلك ترحمين أيضا يوم القيامة فلا يدعك الله تصيحين ولا تصرخين في نار جهنم لأنك قادرة على الإغضاء ثم أنها بذلك أيضا توطيط لسرة الرحم بينك وبين ولدك فهي تعمى وصلة في الوقت نفسك أنت تطعمي وتصلي رحمه لذلك تجد الأطفال الذين يتربون بعيدا عن فتي أمهم أو أمهاتهم نادرا ما يرتبطون بحب هذه قليل جدا اللي عنده التنشيئة الإسلامية هو اللي يظل يحبهم حتى لو لم ترضعه لكن اللي ما عنده تربية إسلامية هذا تجده أسرع الناس إلى شق الطاعة وإلى إساءة إلى الأم Muzyka breastfeeding could be mercy for you on the day of judgment breastfeeding could be a way to join your kind the breastfeeding can be a way to avoid punishment on the day of judgment 3-1 and after all it creates a mood of love between the baby and his mom plenty of those who never taste the breast of his mom because mom is busy she's getting always she's busy going out with friends she's busy to go to her job she's busy to go with her boyfriend I don't say husbands because majority of them they have no husbands and they don't think to have a husband why having a husband? I have a boyfriend once I wanted to kick him out I kick him out no relationship to tie me up with him he gave me no commands he have no ruling over me فكثير منهم لا يفعل ذلك فهي لا تريد طاعة الزوج ولا تريد أن تمشي في ظله لا تريد ذلك تريد الحرية تريد الانطلاق كما ترى في الأفلام وكما ترى في المسلسلات فتتربى تربية خاطئة تنعكس على واليدي الذي سيقطعها حتما حين يكبر فيسوء النشو وتظل الأم تصيح طيب وانا عملت ايه يعني انا عملت كل الفويس لا انت قصرتي تقصير بليغ ولكن الله يغفر الذنوب جميعا فلنرجع وللتزن بآداب القرآن فإن فيها خير الهدى خير الهدى في آيات القرآن وفي سنة نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم سوف سوف أكون بيسرات بيسراتي في المدينة لأنك يا سيستر استطاعه لهم ولكنك تريد أن تذهب إلى العمل وإنه يعمل معك يجب أن تتعايا سبسة بيسراتي لتعمل معك أن تتعايا لأنك تأشع لهم تدريس نبيناه أكاد اتنام رأي لأ hogy أهتم احسن تتعايا ستحق영 بما أهتم أ productions على تمام سنة Madison nacional تتحق تحق هذه البشر أو ملا موق SUN أردان حقونا و قد تتعطي بعض إال Chemistry تحق وقتها سمعت بشيئة معاً ومانت بشيئة هذا هو المال هذه هي المالية لقد كانت تلوه بشيئة وليس لا يدعونه ما هي المالية التي تتعلمون أنها تتعلمون لتعلمون أو أنها تتعلمون لها المالية أيضا الله سبحانه وتعالى ستنسورة البقرة similar to that but he in سورة القصص commanded موسى's mother and in سورة البقرة he commanded all the Muslim female believers he said والوالدات يرضعن أولادهن والوالدات يرضعن أولادهن حولين حولين كاملين حولين كاملين لمن أراد لمن أراد أن يتم الرضاعة وعايزك تخلي بالك أما الله لم يقل لمن أراد أن يرضع قال لمن أراد أن يتم الرضاعة كل كلمة في كتاب ربك محسوبة كلام الجليل العظيم القدير الخبير الذي خلق فسوى ألا يعلم من خلق فقال لمن أراد أن يتم الرضاعة لم يقل لمن أراد أن يرضع أو لمن أراد أن ترضع لا المقصود إدمان الرضاعة اللي هي سنتان كاملتان إذن الأمر هنا أن الرضاعة واجب وليس واجب أن تتم إلى النهاية السنتين ممكن تبقى سنة ممكن تبقى سنة ونص ممكن تبقى أكثر ممكن تبقى أقل لكن الأم أخلصت وأقبلت وأقبلت وجاهدت مع الله وفعلت المستحيل مع ولدها ثم بدأ أنه لا نفع من هذه الرضاعة لأن اللبن جف في ثديها فإن كان جفاف اللبن لأنها لا تقبل على الطعام لانشغالها بالخروج فتأكل الوجبات الخفيفات في الخارج وهي أشبه بجمع القمامة ولا تعد غداء طيبا لها فيكون لولدها من بعد ذلك فإن كانت هي أصلاً مسببة في ذلك فقد قصرت في الرضاعة أما إن كان ذلك عرضاً لمرض أو نحو ذلك أو لحكمة إلهية في الخلق يعني لأن كثير من الناس يقول لك عيب خلقي عيب عليك أن تقول أن الله خلق عيبة عيب عليك أن تقول أن الله خلق جيئاً معيه داعب كبير أو عليك وهذا قدح في التوحيد وقدح في حكمة الله الخبير الجليل لأن الله إذا خلق امرأة ومعذرة في اللفظ وأرجو من جميع الإخوة أن يعفوني من ما يتصورون أنني أتكلم أحياناً إباحية لا والله وأنا لا أحب أحب كلام الإباحي أصلاً لأن هذا ليس من نهاية النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما يقال من العلماء أنا أكرره وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكرره وأنا لا أخضر من هؤلاء أبداً والله وأسعر بالنصيحة ولكن أنا أصور مفهومهم عنه إن كان عندهم أو الشيطان دفس عليه فإن الله أحياناً يخلق نساء بأذداء ولكن لا ما تسمى خلمة الثدي التي يلقمها الصغير لا توجه لم يخلقها الله عز وجل أو خلقت منسوحة مجرد لهم أو خلقت غائرة أو خلقت صغيرة جداً إنه حكيم خبير خلقها بقدر وأراد ذلك لحكمة لا يعلمها إلا هو وليتعلم الطبيب كيف يتغلب على هذه المسألة لكن أن تقول أنت هذا عيب خلقي عيب وعان عليك أن تقول أن الله يخلف عيباً أبداً لابد أن تتبعوا إلى ذلك الله سبحانه وتعالى 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 إذا سبحانه وتعالى لم يتعالى اضرب إلتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لا يبدأ لنبدأ من الأول نحن بكثير المترجمات لتحدث شكرا للمنظر الله أنت مرحلة ومن مرحلة تجد كم من مرحلة من حلقة المنظمة لكنها لا نظرة أو الحلقة ومن مرحلة لا مرحلة الله خلالتها فلتح ذلك لا تقول إنها تفكير من الوصول إنه شعور لك أن تقول إن الله قرأت شيئا مع تفكير ولكن أن تقول إن الله قرأت شيئا تفكير لإمكانه رسالة لإمكانه رسالة رسالة لم يكن يعرفه وعندما يتعلمهم لإمكانها صفية وقال لقد ن bikesها وخافت ما جاءت ما اللقاء عندما لا تغيير لم يكن تفكير لن تغيير لم يكن ، من تجربة تحقق؟ إنها رفا زمن غير جناس هناك有人 تقول إن الله جاءت شيئا that is wrong you will be question for that don't say that ever back to the issue as the mother didn't complete the time of two years breastfeeding the baby for a medical reason for a problem which happened after a month or two or three or a year or the baby once he tried to taste the food he liked the food it doesn't want the breast anymore okay that will be it that's his choice but not the mother choice some mothers they rush to to feed the baby and that baby will will cause abnormal growing for the baby. فإن بعض النساء تسمع بعض نصائح من لا يعلم من النساء فتعجل بإطعام وليدها الطعام فيتعب أو يتضخم أكبر من حجمه في هذا السن فتسبب له المشكلات الصحية وتكون الأمة هي التي أجرمت في حق ولدها سواء كان ذكر أو أنزل فعلى الأمة ما دام أن الله حباه بخلقة طبيعية وقدرة طبيعية ودر اللبن للجنين وهي تأخذ بالأسباب وتأكل أكلاً صحية وتحاول أن تكون أماً صالحة طائعة ففي هذه الأحوال أي شيء يحدث بعد ذلك يمنع رضاعة الأمة غير مسؤولة عنها صحية وتحاول أن تكون أماماً صحية وتحاول أن تكون محطة طبيعية ومحطة طبيعية كبيرة للح BRT أنها أغلب مطلوبة أنها أعطيها مباشرة منها طويلة ونهاية لا يتبع لها أحد أحد except for the husband for some time ليس كل الوقت and the husband has to understand that because plenty of husbands they don't understand anything and I don't want to name them any name to irritate anyone فإن من الأزواج من لا يفهم ولا يعيب ولا يعكم فإذا قصرت المرأة في حقه شيئا ما فإنه ينظر إلى ذلك على أنه يعني رغبة عنه أنها لا تستجيب له وأنها كذا وكذا يا أخي ارحمك الرحمن ارحمها يرحمك الرحمن لابد أن تعلم أن هذه المرأة تقريبا تعمل 24 ساعة حتى إن نامت فهي تنام مغلقة في العين والقلب يقصار فإذا صرخ الصغير أقل صرخة جدها قامت وأنت لا ترحم فإن جئت يوما لم تعد لك الطعام ثارت ثائرة أنت أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت أكرم منه إن كنت أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم فهاتي ما عندك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بعض أزواجه جوعان جوعان أتدري نبي جوعان يا جماعة أمر غليل ينبغي أن تكون الأرض كلها طائعة له ولو شاء لك لو سأل ربه لأعطاه ولو يعلم ربه أن في ذلك خير لنبيه لأعطاه إياه ولكنه يأتي جوعان بعد صلاة الفجر بعد الإشراق يأتي إلى زوجاته يسأل أعندكم طعام جوعان جوعان صلى الله عليه وسلم فيقولون والله ما في البيت شيء فهل يقولوا لها عليك وعلى سنينك وعلى اللي جابك وهم اللي أنت بتعمل إيه أو إيه طن النهار إنت بس أعدالي في البت كنا منظر لا قال إذن فأنا صائم صلى الله عليه وسلم إذن فأنا صائم شفت الأخلاق اللي انعدمت عند معظم الأزواج إلا من رحم الله واللي لو بهش طبعك ممكن تبقى طبعك صدقني إنما الطبع بالتطبع والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم بعض الأزواج يعتبر أنهم تق Lublinل يعتبر أنهم خلقه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أن يقول ذلك ولا يمكن أن يقول ذلك لأنهم يريدون ذلك ولكنهم بسيطة جانبون أو لم يكن من بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بذلك لم يأتي لم يأتي للمشارك الحديث عن رسول الله لم يأتي أعتقد أننا نعلم ذلك لنرى ما تفعله لذلك ترى ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أجل من أجل بعد صلاة الفجر وذهبت لأجل ربما وقمت بأس sesها وقمت بأس سويسا وقمت بأس سويسا وأخبره إلى أنها سيئانة وأخبره إلى أنها تصرف قال إنما تصرف حكرا با الله إنما لا تصرف حكرا لنوجد تصرف محsiا كانت ذلك بالجصد دكتeries وتدعه , يا يا شخي تلك التاسي يicationل الله يجب أن يجب أن تلك هذا ولا تقول هذا وليس تعلم عن أطقال أطولك هل تتميس أي الأطول؟ هل تصدق أي الأطول؟ لماذا تطلب الأطول لك؟ إذا تصدق أطول الأطول لهذا الزوج فلم تقل له من اني حصره من تأعيدني في البيت لا شغن ولا مشغل وجيت اضل عقدك علي مشكلة لا لا ينبغي المرأة الصالحة اطهر اليسار حتى وان كان جزء خبيث اليسار قد يكون الزوج خبيث اليسار فماذا تصنع المرأة تخبث ايضا لا تطهر وترقى وتسمو فوق ذلك وتخلم فان لم يكن هذا طبعها ممكن ان يكون طبعها وان لم يكن طبع الزوج الأدب مع زوجته ممكن ان يتطبع لذلك ايضا اتطبع اتطبع اتطبت اعطى اتطبع المرأة اتطبع حسن لأيتها وان لني لا ارزال الوضع مارك عن مخاطعك ايضا 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 ايتها طبعا هدا مواما المنطقة قد اعتقد قد ايضا با تردك I believe so. I was so mean, so rude. I can't surprise anyone with anything. But the more knowledge I started to collect, the better behavior I started to gain. Because I want to do this like Rasulina. And I keep forcing myself. and for your knowledge don't adopt many things in one time adopt one one at a time after you find it become fixed in your heart move to the second this will make you because if you want to be truthful, generous polite, high morality, very merciful this and that all the time you're not going to do anything فأنت إن أردت أن تتحلى بالصفات الحميدة كزوج أنا نازلت في الموضوع أنا لم أخذ عن الموضوع لأن الزوج والزوجة أصل المولود وهم اللذان سيتوليان تربية هذا المولود وفقد الشيء لا يعطيه أحب إنتمي؟ أقوم بالفعل أحب الض signal وفقد آخر إذا أخبره وفقد ان نزلت مولود تربية المولود لأسها في الموضوع وإن لديها أتربية له أماكن وإن أم لديها أي أبل اذا أم لست المولودة لن أعطي للأسفل، سوف أعطي للأسفل، والأسفل، 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 سوف يأتي بالأسفل، ويوجد أن تتعلم بالخلق الكريم حتى لو لم تكن كذلك. ولا بد أن تأخذ بيد امرأتك إلى محامد الأخلاق. يعني افترض أن امرأتك قللت الأدب والسنة طويل طولك. زبطوا. زبطوا إزاي؟ ما تقول له أشبع الكلام اللي رجحها الأصلاء؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا الله. ما تقول لقاش الكلام اللي رجحها الأصلاء. أنا بطرد ان انت وهي أصدق وحش. انتو باتنين. هي واخدة وانت واخد على من اللي يكلمك كلمة بتتدي له عشرة. زي أنا كده زماني. ما كانش فيه أسخف مني على وديه الأرض. إنه وجدت نظر. وما كانش فيه يعني بالبلد كده تلم قوي. ها؟ وممكن لو قد قدامي أتسبب له فقع المرارة. ها؟ ما فيش. ما فيش. طبعاً لا فيش حد يقدر ينفع مرارة إردة أبدا. الإردة هو اللي يعمل كده. لكن انت بدرج تعمل كده. لأنه ماري. ها؟ وعارف نفسه كويس وعارف يقدر يعمل فيه كده. يقدر إلعابها كده زي الشيخشيخة فيه. فلو انتم الاثنين وحشين. وما فيش حد كل صفاته حدوة. الشاب اللي بيتربى في الشارع. لازم هي بقى واحدة. والبند اللي بتتربى في الشارع. لازم هي بقى واحدة. لازم. شيء طبيعي. فلو هي لسانها طويل وانت لسانك طويل. بس عايزين الوقت بقى ايه؟ ان يحسن نفسين. ما تروحش البيت وتقول لها فن يا وليه يا انت الاكل؟ هتقول لك عندك طفح السم على المتجازل جدا هوا. هكوله. روح ادفع. او انت تقول لها ايه بتدفع ايه انت؟ مش دا الكلام اللي ممكن الزوج والزوجة يحفظوا على جو الجميل في البيت. ما فيش حياة شعيرية. ما فيش حياة خيالية. كل الحياة فيها منغصات. ولكن ممكن يكون فيها قلب بيحب. انت بتحب الستة دي. حتى لو ممكنش قصلا بتحبها لكن اتجوزتها اغضاء لأبيك. اتجوزتها. اتعلم ازاي تحبها. وهي اتجوزتها تتغصب عنك عشان انت ابن عمها. والعيلة بقى اتنطططلك بقى لا يمكن يدخل غريب العيلة دي قبل. خلاص. اتجوزتك. اتعلم اتحبيه. ولو بتحبيه هو بيحبك هتنحموا بعض وتاخدوا بايدين بعض. تاخدوا بايدين بعض عشان تبقوا زوجين ميتراليين. مش هتخلص المشاكل بين يوم وليه. مفيش حد بيطلع الدور العاشر نقط. حتى لو طلعوا من غير السلال بنازل بيطلع في اسنسير. والاسنسير بيطلع انش انش. او تطلع سلمة سلمة. وكل ما تطلع سلمة انت بتقرب من هدفك. ممكن ما توصلتش للهدف. لكن ان شاء الله انت على الطريق للهدف. لا يكفي. ممن هناك انشاء على المخهرات البيطاليه. ممن هناك انشاء مهم. او تطلع نمازم العاشر مهدف. رحالكم انشاء مهمة بيطلع الامر يوم دولع فالك الطريق لان دور كثيرا. من المخهرات مهمة بيطلع المخهرات العاشر. المال يمكنك مختلفة تحديقك لكن ليس مختلفة تحديد لذا إذا كنت تريد مختلفة تحديد مدفعك وكأنك خمسك أيضا لجمع تحديد جيدة حالة تحديد إذا كنت تقول ميشة لتفعل ما تتوقف؟ إذا كانت من همين نفسك لديها سيقال مجردين بكثرة و تنبعه سيئة مرة رئيسة مجردين مرة أخرى سيبقى مرة أخرى أو يسمعون ومعباروين بها سيكون مرة أخرى ومعباروين هذا ليس هناك حالة إنه ليس فيه Believe me Any life between a man and a man